إلى جانب التحركات الأخيرة للخارجيتين الأمريكية والبريطانية ها هو المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مجددا يحاول إعادة المسار السياسي بعد أن وصل مؤخرا إلى طريق مزدود ورفقه خيبات أمال كثيرة صيغة الحل التي طرحت في وقت سابق من قبل وزير الخارجية الأمريكي ووفقت الحكومة عليها رفقها في المقابل عديد من التساؤلات حول هوية الطرف الثالث الذي اقترح أن يتسلم الأسلحة الثقيلة لا جديد يمكن إضافته في هذه التحركات السياسية والديبلوماسية غير مخاطبة المبعوث الأممي الجماعة الإنقلابية بلهجة ربما كانت هي الأكثر حدة منذ تسلمه ملف الأزمة ليؤكد في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أنه لا يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل انسحاب الميليشيا وتسليم الأسلحة والعدول عن الخيارات أحدية الجانب خاصة الانسحاب من العاصمة لا يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية ونحن في ظروف عدم انسحاب أو تكون العاصمة تحت سيطرة جماعة معينة هذه القضايا لازم تحل ولازم أن تطرح على الطاولة الحديث عن إيران ودعمها المتواصل لتحالف الانقلاب كان حاضرا أيضا في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن ليجدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليمان التأكيد على أن الحل السياسي للأزمة في البلاد لا يمكن أن يقبل بتكرار نموذج حزب الله في اليمن بأن الحل للأزمة اليمنية لا يمكن أن يقبل بتكرار نموذج حزب الله في اليمن ولا يمكن القبول بوجود دويلات داخل الدولة تتسارع المساعي الدولية مجددا لإحتواء الأزمة التي فرضها الانقلاب وإن كانت المفاعد السياسية قد وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الماضية غير أن التحركات الأخيرة لها حديث آخر